بعد حلقة رامز مجنون رسمي رد صادم من غاد عادل على مألب رامز حلت الفنان غاد عادل ضيفة في الحلقة الاولى لبرنامج المقال برامز مجنون رسمي والذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbc مصر وتعرضت الفنان غاد عادل لصدمة كبيرة بعد ان كشف رامز جلال عن نفسه قبل ان تنهار في البكاء بعد ان قام بسعقيها بالكهرباء وكانت غاد عادل قد جلست على كرسي الاعتراف امام المذيعة وتم عرض صور للفنانين امير كرارة وياسمين صبري لتعلق عليها بينما كانت الصورة الاخيرة لرامز جلال الذي صدم الفنان بظهوره وهو يخترق الصورة وكشف رامز جلال في البروم الدعائي انه سيجعل ضحايا يمرون بتجربة مخيفة سترغبهم على البكاء والضحك في وقت واحد ويظهر رامز في بعض اللقطات وهو متنكر في شخصيات مرعبة شهيرة مثل دراكولا وفريدي كروجر والمهرج من فيلم الرعب الامريكي اي تي اثر رامز جلال الجدل بحركة خارجة حينما اشار على صدره بحركة خارجة وهو يقول على غاد عادل المدام بقت متحررة بعد ما كانت بتردع وتكرع في مقدمة برنامجه كما وصف الفنانة غاد عادل بانها سينجل ماذر وهو اللفظ الذي تم تدوله في فترة سابقة على مواقع سوشيال ميديا للإشارة الى الام التي تنجب بدون زواج من علاقة اثمة وفي اول تعليق لها ردت الفنانة غاد عادل على صورة نشرها رامز جلال عبر حسابي على تطبيق تبذل الصور الفيديوهات القصيرة انستجرام حيث قالت ماشي يا رامز اما شوفك بس ورد رامز جلال على تعليقها قائل مين قالك انك هتشوفيني تاني لترد عليه غاد عادل قائلة للصوران فيلم ودخل ناجل الفنانة غاد عادل على الخط ليعلق على منشور الفنان رامز جلال حيث قال حرام عليك يا رامز ليك كده لتعمل في ماما كده وفي وقت سابق انفجر الفنان عصام كاريكا مفاجأة من العار الثقيل بشأن برامج المقالب التي تم عرضها مسبقا خلال شهر رمضان المبارك في السنوات الماضية وتحدث كاريكا من خلال برنامجه الاذعي كاريكا وحواديتو على راديو ميجا اف ام عن كوالي سوقوعه في برامج المقالب مضيفا الى ان هذه المقالب دائما ما تكون مفبركة وقال كاريكا كل الناس لما بتشوفني عامل الكاميرا الخفية بتقولي والنبي ممكن اسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة هو انتو بتكونوا عارفين ورد كاريكا ايوا عارفين في اشارة الى علم الفنانين بكواليس هذه المقالب قبل تصويرها اشتركوا في القناة